بالنسبة للمنتخب السعودي شفت مبارح كيف الأداء بعدما شفنا أداء كبير قوي على الأرجنتين وشفنا حماس كبير قوي مش بس من الجمهور السعودي لا من جمهور الوطن العربي كله كنا مبسوطين أننا شفنا منتخب السعودية بيفوز على فريق في ميسي فمبارح يمكن الحظ لم يكن حليف المنتخب السعودي شفت المباراة كيف؟ لا أستطيع أن أقول خالص مبارح أنهم كانوا وحشين صنعوا فرص قدام الجون أكتر من اللي صنعوه في مباراة الأرجنتين ضربة جزاء يعني ما نقدرش نوعي حاجة يتم إهدارها نفس الوقت فيه فرص برضو قدام الجون صالح الشهري والدوسري فسوق الحظ اللي احنا شفناه مبارح ده وبعدين يعني في الوقت اللي انت بتحاول ترجع فيه مهاجم المدافع بتاعك بيغلط غلطة قدام لفندوسكي ما بيرحمش خلاص انت بتتكلم على مهاجم مش هيضيع الكوار دي وبعدين المنتخب السعودي بعد كمان الجون الثاني شفنا حالة من الأحباط كانوا كمان هيستقبلوا الجون الثالث وموضوع العدد الأهداف كان لازم يرعوه جدا لأن ده حيفرق بعد كده في الحسابات انت ممكن تتعدل المواطش الأخير وبالتالي تكون محتاج ان انت تدخل فرق الأهداف الجون الواحد هيفرق فكاد واحد صفر غير اثنين صفر معنا لكن سعودي انت شاف ان هي عملت العليا مبارح اه لا يعني في كل أحوال يعني اندكس عالم انت بتلعب مع منتخبات أوروبية ومنتخبات سبقاك في التصنيف كثير احنا قبل المباراة دي كنا بتقول ان الصعوبة كلها في مباراة الأرجنتين اما بولندا والمكسيك فهتبقى مباراة في المتناول بالنسبة طبعا لمنتخب السعودي هل هم كمان عملوا حسابهم على نفس النقطة دي اعتقد بس هو بالك مباراة الأرجنتين يعني خداعتنا كلنا يعني خداعتنا كلنا منتخب الأرجنتين ما صنعش فرص كتيرة حتى الجون اللي جيه درب الجزاء وشافوا درب الجزاء كانت قاسية كمان ان الفار يحسبها فكانت مفاجأة كبيرة يعني بولندا لما نزلت قدام السعودية عملت حساب اللي شافته في المطش الأولان كان سواء الأرجنتين خدت الخضة يعني ايه المنتخب السعودي ده انا جاي انا بشوف المنتخب السعودي ده بيلعب قدام ألمانيا بيخسر ستة بيخسر سبعة بيخسر تمانية لكن دلوقتي ظهر شكل مختلف لقينا روح مختلفة في الشوت التاني فهي الدوافع هل نريد نكلم عن الدوافع الدوافع السعودية ودوافع بولندا في موراة الأمس يا الدوافع طبعا بتاعت الاتنين عالي احنا بنلعب في كاس عالم جميل بس السعودية خارجة من مباراة ومنتصرة شفت بعض الناس بتقول في مبالغة في الأداء يعني في مبالغة في الاحتفال بس احنا كسدنا يعني انا لو سعودي احنا كسدنا للأرجنتين يعني انا كمنتخب عربي او كمنتخب افريقيا هل هياخد كاس العالم هي مباراة بكاس العالم احنا اخرنا ان احنا نصعد دور 16 مثلا نحاول نقدم مباراة قوية لو حالفنا الحظ كمان نصعد دوتا نقو كاسبانين ومنتخب السعودي ومنتخب العربية برضو مباراة بالتاريخ كله يعني انت في كل الاحوال كمنتخب عربي وافريقيا ده اقصى حاجة ممكن تعمل فانا مقدرش اقولوا حد ان هو بلغ في الفرحة ده مباراة اللي لو حصلت في مصر احنا فكرتني بالله حصل برزيق ايطاليا خسرنا برزيق ربعة ثلاثة وكسبنا وكسبنا المنتخب الاطالي لكن الاداء كانت فرحة رهيبة وبعدين مصر البعض عطاليا خسرنا قدام الامريكا 3-0 يعني طب خليني ارجع تاني لمباراة السعودية وبولندا شايف ان ضربة الجزاء لو ممكن تكون جات لفريق المنتخب السعودي كان ممكن يبقى فيه امل يعني ان هما يتأهلوا وكمان في بعض يمكن المواقع كتبت ان يمكن الحكم كان التحكيم عمتا كان ظالم المنتخب السعودي شايف ده اولا لا ما اتفقش مع موضوع التحكيم ده هو بص الفرص المهدرة يعني ما كنتش اتخيل ان الفريق اللي كان حاسم جدا قدام الارجنتين نشوف الفرص السهلة دي بتضيع قدام المنتخب الولندي ولكن لسه في فرصة يعني نكلم مباراة المكسيكي لسه في فرصة لازم يركزه نشوف النسخة تاني اللي شفناها قدام الارجنتين الفرقة اللي هي بتدافع كويس ولما بتروح على الجون بتخلص الارجنتين قدرت ترجع مرة تانية قدام المكسيك؟ اه بس لحد دلوقتي انا عندي شكوك في الارجنتين يمكن قبل البطولة ناس تسألهم مين هياخد البطولة تقولك الارجنتين والبرازيل شفنا الارجنتين في اول مباراة اكا تاني مباراة مفيش حلول هجومية يعني هو الفكرة ان هو بيحاول يفضل المساحة لقدام منطقة الجزاء لميسي الكرة الوحيدة اللي عرف يستلمها في مباراة مباراة في المنطقة دي بدون ضغط شطها جات جوا طيب الجوني التاني اللي جيه بتاع انزو فرنانز شوطة يعني لك انتخال انه منتخب الارجنتين اللي فيه الاسماء الهجومية دي كلها جاب تلت جوان في البطولة ضربة جزاء قاسية قدام السعودية وشطي انت فين الافكار الهجومية بتاعت المدرب يعني انا لحد دلوقتي ما شفت انت بتعندك دي ماريا وعندك لوتارو مارتنيز وعندك ميسي وعندك على الديكة في بولو دبال يعندك اسماء هجومية عليك فين افكارك الهجومية يعني انا لحد دلوقتي ما شفتش اي فكرة غير التزديدات اي حد بيدافع بتكتل قدام المنتخب الارجنتيني بيشبه تايما بيخليه مش فعال نهائي قدام المنتخب